مسألة دفع الضرائب على اليوتيوبرز وعلى صناع المحتوى دكتور نتحي هل هتنظم المسألة؟ هل هتقلل عددهم؟ هل هتخل... هتخل... خلينا نقول بالبلد جدا هتغربلهم؟ طيب خلينا نقول الوضع الصحي إيه؟ يعني عشان خطر زي ما قلت حاجة في بداية كلامي إن وظيفة صانع المحتوى في الوقت الحديث واتفك مع كل الأرائل اللي تقالت إن هي حاجة مستحدثة فبالتالي إن هي ملهاش إطار تنظيمي طيب لو جينا بصينا وقلنا المفروض الصح إن هو يتعامل إيه عشان خطر إن هذه الطبيعة الوظيفة أو هذا النهج الجديد المستخدم سواء في البيعة الإعلامية أو في البيعة الإعلانية يعمل إيه؟ دلوقت فاندم إحنا عشان خطر خلينا نتفق إن شغلنا دي بيجيب فلوس أو الوضع ده بيجيب فلوس بيجيب فلوس وكتير جدا خاصة إذا كنت بتقدم محتوى لائق وده هيخدنا الجزئية تانية أتمنى إن إحنا نرجع عليها طبيعة المحتوى اللي بيتم تقديمه وتأثيره على الدولة المصرية أو الدول بشكل عام أو المتلقين وإزاي إن إحنا نقدر نسمح بيها أولا طيب عشان خطر أنا الوضع ده أحطه في إطاره التنظيمي أعمل إيه؟ أول حاجة الجزئية بتاعت الدرائب هي مرحلة تأتي في المرحلة الثالثة وليس في المرحلة الأولى إطلاقا المرحلة الأولى إن أنا لازم أجي لو أنا بتكلم عن الدولة المصرية أنا صانع محتوى باستخدم شبكات التواصل الاجتماعي اللي تحولت من الصورة التواصلية إلى الصورة الاتصالية إن أنا أروح متوجه للجهة المسؤولة عن الاتصال في الدولة المصرية أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخذ ترخيص وروح أقول لهم يا جماعة أنا دلوقتي بقدم محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة إعلامية وبطلب من حضراتكم إن أنا أخذ ترخيص ده لما يعني يكون عندي followers أكتر من ما هو ممكن تتحط كريتيريا معينة سواء كان عدد مشاهدات ممكن تكون عدد followers ممكن تكون طبيعة انتشار يعني لها ممكن يعني بتكون start-up إنت لسه بتبدأ وعاية استاخد ده أول مرحلة فأنا أول مرحلة يجب أن أنا أتوجه لي المجلس الأعلى تنظيم الإعلام في الدولة المصرية وأخذ تصريح لممارسة لأن دلوقتي إحنا بنعاني من إشكالية إن أصبح أي حد بيطلع يتكلم يقول أي حاجة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى خلاف الإعلام التقليدي اللي كان فيه نظرية حارس البوابة وطبعا خضرتك يعني مدرك هذا الأمر النقطة الثانية بقى أنا هذا المحتوى الإعلامي اللي أنا بقدمه زي ما أستاذ محمد كان بيتكلم قال إنه هو فعلا أنا ممكن حدي يجي يدفع لي ويقول لي أنت راجل دلوقتي ليك كبول لأنت راجل عندك followers أنت راجل عندك مشاهدين ومشاهدات فأنا عايزك تسبونسر لي أن أنت بصورة غير مباشرة أو بصورة مباشرة تدعم لي البورجر دا تدعم لي المنتج دا تدعم لي القضية دي وما إلى ذلك فأنا إذا تحولت لي المحتوى الإعلاني يجب علي أيضا أن أتوجه إلى الجهة المسؤولة عن تنظيم المحتوى الإعلاني في الدولة المصرية وأخذ تصريح لعرض الإعلانات يعني الأول تصريح تصريح مزولة مهنة مزولة مهنة زي ما بيقول وتصريح إعلاني النقطة الثالثة بقى اللي هو الجزء الخاص بالضرائب إن أنا بعدما كنت أنا عملت مزولة مهنة واخذت تصريح لإعلان أبتدي أخذ اللي هو بقى إيه أضع أندرك تحت طبيعة الدرائب لإني في ملايين من الدولارات بتدخل للدولة المصرية محدش بيعرف الدولة المصرية نفسها لا تستفيد منها شيء وهذا حق للدولة المصرية جميل فبالتالي طبعا وإجابة بقى دقيقة على السؤال بتاع حضرتك هل هتغربل هل هتصفي بالطبع أنت حضرتك دلوقتي لو أنا كدولة جيت حدي بيقدم محتوى غير لائق وجيت أقدم لي مش هديله تصريح فبالتالي أنا أقدر أحجب المحتوى بتاعه وفي نفس الوقت ده برضو هيساعد المرحلة التالتة اللي هي فرض الدرائب لما أكون عارف أن ده ليه تصريح لممارسة النشاط الإعلامي بتاعه وليه تصريح لممارسة الإعلام بتاعه ومن ثم يبتدي يدخل يدفع الدرائب للدولة